اهلا بكم اعزائي الطلاب في خدمة دروس عنوان درسنا لهذا اليوم كتابة الكسور الاعتيادية في صورة كسور عشرية من دروس الصف السادس الابتدائي المادة الرياضيات سنتعلم في درسنا لهذا اليوم طريقة كتابة الكسور الاعتيادية في صورة كسور عشرية الجدول المجاور اعزائي الطلاب يبين نسب ترتيب طلاب الصف السادس في اسرهم نتأمل الجدول الان المولود الاكبر واحد على عشرون المولود الاوسط نصف المولود الاصغر ثلاثة على عشرة المولود الوحيد ثلاثة على عشرون الان لو سألتكم اكتب الكسر العشري المكافئ للكسر ثلاثة على عشرة الان لاحظوا ثلاثة على عشرة يساوي ثلاثة من عشرة كتبناه في الصورة العشرية الان هذا السؤال اكتب الكسر الاعتيادي المكافئ للكسر نصف والذي مقامه عشرة اذا كيف سنجد الكسر المكافئ لنصف بشرط ان يكون مقامه عشرة هذا ما سوف نتعلمه جميعا في درس كتابة الكسور الاعتيادية في صورة كسور عشرية هيا بنا الى هذا الدرس الممتع كتابة الكسور الاعتيادية في صورة كسور عشرية لو سألتكم عزائي الطلاب ماذا نقصد بالكسر الاعتيادي احسنتم اسمعوا الاجابة الان منكم الكسر الاعتيادي هو الذي بسطه اصغر من مقامه في صورة كسور عشرية ما هي الكسور العشرية الكسور العشرية هي حالة خاصة من الكسور العادية لكن مقامها عشرة او مئة او الف ونستخدم في كتابتها الفاصل العشرية تعالوا ناخذ هذا المثال لنتعرف اكثر على درسنا في هذا اليوم اكتب الكسر اثنان على خمسة في صورة كسر عشرية الان لو سألتكم عزائي الطلاب اثنان على خمسة ما نوع الكسر هنا احسنتم الاجابة كسر اعتيادي لان البسط اصغر من المقام هنا المقام خمسة والبسط اثنان الان ماذا نريد نريد ان نكتب هذا الكسر في صورة كسر عشرية هيا بنا نفكر حتى نستطيع ان نكتبه في صورة كسر عشرية لا بد ان يكون المقام عشرة او مئة او الف بما ان هنا المقام خمسة نريد ان نجد كسرا مكافئا له بحيث ان يكون المقام عشرة او مئة او الف هيا بنا بما ان المقام خمسة هو احد عوامل العشرة اذا اكتب هذا الكسر في صورة كسر مكافئ مقامه عشرة تعالوا بنا نحل هذا المثال مع بعض الان اثنان على خمسة من يعطيني عدد عندما يضرب في الخمسة يكون المقام عشرة احسنتم بما ان خمسة في اثنين يساوي عشرة اذا سوف نضرب البسط والمقام في العدد اثنان هيا بنا اعطوني الاجابة الان خمسة في اثنان احسنتم تساوي عشرة ماذا بقي الان بقي ان نضرب البسط ايضا في العدد اثنان احسنتم من يعطيني الاجابة اذا الاجابة اربعة احسنتم الان حصلنا على كسر مكافئ مقامه عشرة بالتالي الان استطيع ان اكتب الكسر العشري كما تلاحظون وضعنا الفاصلة ووضعنا البسط هنا اذا اربعة من عشرة لاحظوا تقرأ اربعة وعشار تقرأ اربعة وعشار او اربعة من عشرة احسنتم اعزائي الطلاب تعالوا بنا نتذكر هذه القاعدة يمكن كتابة الكسور العتيادية التي مقامها عشرة او مئة او الف او احد عواملها في صورة كسور عشرية باستعمال القيمة المنزلية احسنتم اعزائي الطلاب وتعالوا بنا نحل هذا التدريب ونفكر في الحل معا اكتب الكسر ثلاثة على اربعة في صورة كسر عشري اذا ما نوع الكسر هنا اعطوني الاجابة اسمع ميكم الاجابة الان احسنتم هذا كسر اعتيادي نريد ان نكتبه في صورة كسر عشري هل المقام هنا عشرة او مئة او الف اذا ليس عشرة ولا مئة ولا ايضا الف ماذا افعل ابحث عن كسر مكافئ مقامه عشرة او مئة والف وذلك باخذ احد عوامل العشرة والمئة والالف بما ان الاربعة هو احد عوامل المئة اذا اكتب هذا الكسر في صورة كسر مكافئ مقامه مئة لا نستطيع كتابته في صورة العشرة لا يوجد عدد نستطيع ان نضربه في الاربعة او نقسمها الاربعة يعطيني عشرة بالتالي نذهب الى المئة الان لاحظوا معي هنا ثلاثة على اربعة من يعطيني العدد الذي استطيع ان نضربه في الاربعة يعطيني مئة فكروا في الحل احسنتم بما ان الاربعة مضروبا في خمسة وعشرون يساوي مئة اذا سوف اضرب البسط والمقام في العدد خمسة وعشرون هيا بنا اربعة مضروبا في خمسة وعشرون يعطيني مئة احسنتم عزيزي الطلاب الخطوة التالية ما هي احسنتم سوف نقوم بضرب الثلاثة للخمسة وعشرون يعطيني خمسة وسبعون الان حصلنا على كسر مكافئ مقامه مئة الان سوف نكتب هذا الكسر ونستطيع كتابته في صورة كسر عشرين كما نرى الان خمسة وسبعون من مئة اذا كيف تقرأ اقرأوا الان معي خمسة وسبعون من مئة لاحظ هنا جزء من عشر وهنا جزء من مئة الان استطعنا ان نكتب الكسر الاعتيادي ثلاثة على اربعة بصورة كسر عشرين خمسة وسبعون من مئة احسنتم اعزائي الطلاب واشكركم لهذا التفاعل تدريب اكتب الكسر اربعة عشر على خمسة وعشرون في صورة كسر عشرين لاحظوا ان الكسر هناك كسر احسنتم اعتيادي نذهب الى المقام هل المقام هنا عشرة مئة ألف لا ليس كذلك اذا ماذا افعل سوف ابحث عن كسر مكافئ يكون مقامه عشرة او مئة او ألف الان هل هناك عدد نستطيع ان نضربه في خمسة وعشرون او نقسمه على خمسة وعشرون يعطيني عشرة او مئة او ألف هيا بنا بما ان الخمسة وعشرون هو احد عوامل المئة اذا اكتب هذا الكسر في صورة كسر مكافئ مقامه مئة هيا بنا الان ما هو العدد الذي يستطيع ان اضربه في خمسة وعشرون يعطيني مئة فكروا في الحل احسنتم اسمعوا احدكم يقول خمسة وعشرون مضروبا في الاربعة يساوي مئة اذا ماذا افعل هيا بنا احسنتم سنضرب البسط والمقام في العدد اربعة هيا بنا ننطلق الان الحل معا اربعة مضروبا في خمسة وعشرون يعطيني مئة الخطوة التالية سنضرب البسط ايضا في العدد اربعة اربعة عشر مضروبا في الاربعة يعطيني ستة وخمسون اذا حصلنا على كسر مكافئ ستة وخمسون على مئة يكافئ اربعة عشر على خمسة وعشرون بما ان المقام هنا مئة سنكتب الان هذا الكسر في صورة عشرية في صورة كسر عشري لاحظوا وضعنا الفاصلة ثم كتبنا البسط كما ترون هنا الان لو سألتكم كيف ستقرأ هيا بنا معا بصوت واحد تقرأ ستة وخمسون من مئة احسنتم ايها الطلاب الرائعون تعالوا بنا ناخد ايضا هذا المثال ونتعرف على طريقة جديدة ايضا في كتابة الكسر الاعتيادية في صورة كسر عشرية لاحظوا هنا اكتب الكسر سبعة على ثمانية في صورة كسر عشرية لاحظوا هنا ان المقام ثمانية سنستخدم طريقتين لاجاد الحل الطريقة الاولى قسمة البسط على المقام لاحظوا سبعة قسمة ثمانية لاحظوا سنقوم بقسمة مطولة كما ترون الان نضع السبعة هنا نضع الثمانية مقسوم مقسوم عليه سبعة تقسيم الثمانية فيها الصفر بعد ذلك ماذا افعل سأضع الفاصلة هنا عن يمين السبعة وأضف أي عدد من الأصفار لإتمام القسمة إذن سأضع الفاصلة هنا وأقوم بإضافة أي عدد من الأصفار حتى وتم عملية القسمة أيضا الخطوة التالية سأضع الفاصلة العشرية مباشرة فوق الفاصلة العشرية الواقعة عن يمين السبعة لاحظوا وضعناها هنا بعد ذلك أكمل عملية القسمة لاحظوا هنا أستطيع أن أخذ عددين هناك السبعون ما هو العدد الذي أضربه في الثمانية يعطيني السبعون أو أقل أو أستطيع أن أقسم سبعون على ثمانية هيا بنا نفكر ونتذكر جدول الضرب للعدد الثمانية فكروا في الحل أحسنتم ثمانية مضروب في ثمانية يعطيني أربعة وستون بعد ذلك ماذا أفعل أحسنتم أقوم بعملية الطرح يحظوا الآن سبعون ناقص أربعة وستون فيها ستة ثم أقوم ب إنزال الصفر هنا نزلت الصفر أصبح العدد ستون الآن اقسم ستون على الثمانية ما هو العدد المضروب في الثمانية يعطيني ستون أو أقل أحسنتم السبعة سبعة في الثمانية يعطيني ستة وخمسون ثم أقوم بعملية الطرح الآن هيا بنا نفكر في عملية الطرح معا ستون ناقص ستة وخمسون أحسنتم فيها الأربعة لاحظوا نزلت الصفر هنا أربعون قسمة الثمانية فيها الخمسة خمسة مضروبا في الثمانية تعطيني أربعون وبالتالي أربعون ناقص أربعون فيها الصفر إذن أنهيت عملية القسمة هنا وحصلت على الكسر العشري من يقرأ هذا الكسر العشري أحسنتم ثمانمائة وخمسة وسبعون من ألف إذن هذا الكسر الاعتيادي قمنا بتحويله وكتابته في صورة كسر العشري استخدام القسمة المطولة وهو الكسر العشري ثمانمائة وخمسة وسبعون من ألف الطريقة الثانية استخدام الآلة الحاسبة تستطيع أن تحظ الآلة الحاسبة وتستخدم هذه الآلة في قسمة البسط على المقام لاحظوا هنا البسط سبعة قسمة لاحظوا تمانية لاحظوا الآلة هنا سبعة قسمة ثمانية يساوي تمام مئة وخمسة وسبعون من ألف إذن هناك طريقتين طريقة الأولى طريقة القسمة المطولة باستخدام الورقة والقلم الطريقة الثانية أن تحضر الآلة إلى المدرسة وتوجد عمليات القسمة إذن هيا بنا لنأخذ هذا التدريب يصل طول النمر السيبيري إلى ثلاثة وثلاثة على خمسة أمتار تقريبا أكتب هذا الطول في صورة كسرين عشرين لاحظوا أعزائي الطلاب هذا النمر الذي يعيش في الثلوج في سيبيريا طوله ثلاثة أمتار وثلاثة على خمسة تقريبا ماذا يريد مني الآن أعطاني عدد كسري يتكون من عدد كل وكسر اعتيادي لاحظوا هنا نستطيع أن نجد الحل بطريقتين لكن هنا دعوني أسهل عليكم الأمر وأخرج معي الآن الآلة لنحسب معا الكسر العشر باستخدام الآلة الحاسبة اقسم ثلاثة على خمسة والعدد الكل يبقى كما هو أو هناك طريقة أخرى ما هي أضرب خمسة في ثلاثة خمسة عشر خمسة عشر زائد ثلاثة ثمانية عشر على خمسة ثم اقسم ثمانية عشر على خمسة باستخدام الآلة لكن حتى لا تخطئ ضع الثلاثة هنا العدد الكل يسار الفاصلة ثم اقسم ثلاثة على خمسة وضعوا الناتج بعد الفاصلة العشرية اذا لاحظوا الناتج هنا ثلاثة وستة من عشرة امتار تقريبا احسنتم عزائي الطلاب هيا بنا ناخذ هذا التقويم اكتب كل من الكسور الاعتيادية الاتية في صورة كسر عشري لاحظوا ثلاثة على خمسة هنا هل المقام عشر أو مئة أو ألف أو أحد عواملها احسنتم استطيع ضرب المقام في العدد اثنان لأنه أحد عوامل العشرة اذا اثنان في خمسة يعطيني عشرة وايضا سوف اضرب البسط في اثنان ثلاثة في اثنان يعطيني ستة اذا يساوي ستة من عشرة لاحظوا حصلنا على كسر مكافئ للكسر الاعتيادي وهو ستة على عشرة وبالتالي نستطيع مباشرة كتابته في صورة كسر عشري تعالوا بنا ناخذ هذا الكسر مئة واثنان على مئتان وخمسون كسر اعتيادي ماذا نريد نريد أن نكتبه في صورة كسر عشري من يعطيني ويفكر في الحل أسمع أحدكم يذكر الإجابة أحسنت نقوم بضرب كل من البسط والمقام في العدد أربعة لماذا لأن الأربعة هو أحد عوامل الألف لو ضربنا هنا مئتان وخمسون في أربعة سيعطيني ألف أيضا سنقوم بضرب البسط هنا مئة واثنان مضروف في الأربعة يعطيني أربعمائة وثمانية أربعمائة وثمانية على ألف نستطيع كتابته في صورة كسر عشري كما نرى الآن وضعنا الفاصلة ثم كتبنا البسط هنا أربعمائة وثمانية من ألف أحسنتم أعزائي الطلاب ننتقل أيضا إلى هذا التقويم أكتب الكسر اثنان على ثلاثة في صورة كسر عشري هيا بنا نفكر في الحل أخرجوا الآن ورقة وقلم وهيا نحل هذا التقويم معا هل أنتم مستعدون هيا بنا نأخذ الورقة والقلم ونكتب الآن اثنان تقسيم ثلاثة لاحظوا هنا وضعنا الصفر ووضعنا الصفار أيضا ماذا نفعل سنضع الفاصلة في الأعلى لاحظوا الآن أصبح لدينا هنا عشرون عشرون تقسيم ثلاثة فيها الستة لأن ستة مضروبا في ثلاثة يساوي كم أحسنتم ثمانية عشر الآن نريد أن نطرح عشرون ناقص ثمانية عشر أنتم الآن تكتبون معي في الورقة والقلم لاحظوا الصفر ناقص ثمانية نستلف من الاثنان يبقى واحد وهنا تصبح عشرة ناقص ثمانية فيها الاثنان وواحد ناقص واحد فيها الصفر ماذا نفعل الآن أحسنتم نزلنا الصفر هنا الآن أصبح أيضا عشرون عشرون تقسيم ثلاثة أيضا فيها الستة ستة في ثلاثة فيها الثمانية عشر وأيضا عشرون ناقص ثمانية عشر نستلف أيضا ونحصل على العدد اثنان بقي أيضا ننزل هنا الصفر أيضا عشرون وعشرون تقسيم ثلاثة فيها الستة لاحظوا عشرون هنا ناقص ثمانية عشر فيها الاثنان إذن الناتج هنا يساوي تقريبا لاحظوا أننا سوف نقرب الستة هنا إذن حصلنا على الكسر العشري ستمائة وسبعة وستون من ألف تقريبا إذن هذا كسر اعتيادي اثنان على ثلاثة يساوي الكسر العشري ستمائة وسبعة وستون من ألف تقريبا أنتم رائعون أعزائي الطلاب وأشكركم لهذا التفاعل والحل الرائع تطرقنا في درسنا اليوم كتابة الكسر الاعتيادي في صورة كسر عشرية لكتابة الكسر الاعتيادي في صورة كسر عشر وقلنا إذا كان الكسر الاعتيادي مقامه عشرة أو مئة أو ألف أو أحد عواملها نستعمل القيمة المنزلية فمثلا ثلاثة على خمسة هنا الخمسة أحد عوامل العشرة إذا نبحث عن كسر مكافئ مقامه عشرة بالتالي نضرب الخمسة في اثنان يعطيني عشرة كذلك نضرب البصد في اثنان ثلاثة في اثنان يعطيني ستة الآن حصلنا على ستة على عشرة نستطيع كتابته في صورة كسر عشرية وتقرأ ستة من عشرة أيضا مئة واثنان على مئتان وخمسون هنا المئتان وخمسون هي أحد عوامل الألف نضرب الآن مئتان وخمسون في أربع يعطيني ألف وكذلك نضرب مئة واثنان في أربع يعطيني أربعمائة وثمانية الآن نستطيع كتابة الكسر في صورة كسر عشرية وتقرأ أربعمائة وثمانية من ألف كذلك تعرفنا على طريقة كتابة الكسر الاعتيادي في صورة كسر عشرية بقسمة البصد على المقام وأخذنا مثال لاحظوا هنا سبعة قسمة ثمانية نضع هنا الفاصلة ثم نضيف أصفارا كذلك نضع الفاصلة بالأعلى ثم نكمل عملية القسمة لنحصل على الكسر العشري ثمانمائة وخمسة وسبعون من ألف إذن سبعة ثمانية يساوي ثمانمائة وخمسة وسبعون من ألف كذلك تعرفنا على طريقة استخدام الآلة الحاسبة في إيجاد الكسور العشرية شكرا لكم أعزائي الطلاب وإلى درس قادم ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر